نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم وشدد المركز على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها والخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول موضحا أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة ألف دولار لا علاقة لها بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة وإنما يختصوا بضواب التقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر في إقامة غير شرعية